اشتركوا في القناة مهدي واستلم زمام السلطة واستلم زمام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في آل معا حتى تاريخ عام 2017 اضطر للتخلي عن منصب رئاسة الحكومة وبقي في رئاسة الجمهورية 28 سنة يقود البلاد عسكريا ومدنيا في سياسات اقتصادية فاشلة ادت فيه انه يقبل الضغوط الروسية بزيارة دمشق مقابل القمح الروسي يعني الكمية القمح اللي رح تمنحوا اياها موسكو ما اعتقد بتكفي شهور يعني شهرين ثلاث واقع الزيارة واقع الزيارة يعني كيف بدأت الزيارة من اين انطلقت هذه الزيارة انطلقت من شوارع السودان التي تعج اليوم بالمتظاهرين والمحتجين على الحالة الاقتصادية المتردية في السودان وعلى افتقار رغيف الخبز حقيقة في السودان في ازمة خبز كازمة اولى في نفس اليوم انبارح تماما لما انطلقت الطائرة الروسية تقل عمر البشير الى مطار دمشق بلا اجندة ولا موضوع يعني ما في شيء يحكو الرئيسين الاسد والبشير ما في قضية يحكو فيها ابدا الزيارة كان المقصود منها كاميرات التصوير والاعلام ان هناك رئيسا عربيا زار دمشق وهذا تمهيدا لاعادة دمشق الى جامعة الدول العربية كما صرح وكما طالب رئيس البرلمان العربي السيد مشعل فهد السلمي بتصريحه قبل يومين قال انه يجب على الجامعة العربية اعادة دمشق الى مقاعد الجامعة والغريب انه على تويتر صرح السيد مشعل السلمي انه يعني صرح انه هذا الحكي مو الصحيح طبعا يعني علقنا عليه وردينا عليه انه شو دي عملتو يا استاذ انت شو عم تعمله يعني في هذا ال في هذا الهيكل المسمى برلمان عربي قال لا احنا نناشد اعادة سوريا وليس النظام يعني هذه فهلوية اخرى يعني ذكاء فالبرنامج كله برنامج روسي روسيا تستهدف الخواصر الضعيفة استهدفت السودان واستهدفت الاردن اول استهدافها يعني بالنسبة للعراق ما بدها استهداف جاهزة للمطالب اعادة سوريا ولبنان ايضا جاهز لهذا وجوز البحرين وباقي الدول يعني ما بدها بصفي عندهم بعض دول الخليج لحد الان واقفة رافضة لعودة سوريا ولكن الروس لا يملون من العمل على الزوايا او الخواصر الرخوة في الوطن العربي بيدخلو لها بكيسين طحين بحطوا الرئيس بحملوه مثل شوال بطاطا على متنطائرة روسية بينزل مطار دمشق الدولي بيعمل افتسامة صفراء بيلتقط صورة مع الاسد اذا انه الامور رجعت ويعيد تأهيل الاسد هذه يعني سياسة صبيانية هذه السياسة الروسية سياسة صبيانية لن تؤدي الى نتيجة يعني مفيش رئيس اساسا من المخجل امام العالم يعني العالم فرنسا المانيا بريطانيا الدنمارك النرويج نيوزيلاندا استراليا هونغ كونغ لما منقلهم في رئيس عربي صر له 28 سنة رئيس رئيس وصر له 28 سنة رئيس والان يسعى لتعديل الدستور السوداني من اجل انتخابه مرة اخرى يعني 28 وبجوزي طلاله 4 5 بصير 32 30 سنة رئيس يعني مفيش ملك في المنطقة العربية استمر 33 سنة ملك ملك حقيقي مملكة حقيقية مملكة ما استمر فيها حاكم ملك 33 سنة يعني اللي هنه طموح البشير لانه هو تولد عام الاربعة واربعين وعمره اليوم 74 سنة يعني هو ناوي وصل الثمانين وهو رئيس للسودان وكأنه هاي السودان مثل سوريا ما فيها شباب ما بتنجب غير رئيس وحيد يعني كأنه هاي السودان ما فيها طاقات وفيها مفكرين وفيها مثقفين وفيها علماء ممكن يقودوا هاي البلاد 28 سنة من سياسة الجهل والتجهيل في السودان ادت في السودان الى ضائقة اقتصادية السودان من اخصب الاراضي العربية لدرجة انه رجال اعمال عرب وغير عرب ودول ومنظمات تذهب لاستئجار اراضي واستثمارها في السودان والسودان يتسول القمح من روسيا من المخجل من المشين جدا انه نقول رئيس عربي انضغط عليه بكم شوال طحين يعني شو بدني يحلن ازمة شوهد ولا كم شوال طحين ولا امتى يعني الازمة لا امتى رح تنحل في السودان مش مشكلة انه احنا يعني اذا بتكون دماء شهداءنا ودماء ابناءنا حلا لمشكلة الشعب السوداني والله ما عندنا مشكلة لكنها ليست حلا يعني دماء شهداءنا ما بتطعمي شعب السودان ستة شهور وبعدين بعدين في شي اخر رح يتخلى عنه يعني تخلى عن جنوب السودان وسوف هي تخلى قريبا عن دارفور وهاي تخلى عن الشعب السوري وشو بدو يتخلى بعدين عن شو يعني هذا التعري هذا التعري العري الاخلاقي العري السياسي الاخلاقي الى متى سيستمر يعني يعني قديش عندك شي لتبيعه قديش عندك شي لتستغني عنه مشان مقابل شو مقابل انك تظلك في الحكم سنة وسنتين زيادة يعني هما عم بيشتروا سنوات الرئاسة مشترى بالدم وبالطحين هذا امر مشين امر معين حين يتحدث الرئيس السوداني عن ان سوريا دولة مواجهة واضعافها هو اضعاف للقضايا العربية ايش هاي القضايا العربية يا سيد عمر البشير اد على اصابع ليك يا عمر البشير شو هنالقضايا العربية جنوب السودان خلصنا منها الحمد لله بفضل الله توكلت على الله وانسلخت عن السودان ها شو عندك قضية اخرى الصحراء الغربية الصحراء المغربية مشكلة ازالية وما شفت اليك دور فيها ابدا انا والاسد اللي عم تدعمه ما ايلو دور في الصحراء الغربية ايش في عندك مشاكل في الوطن العربي عندنا جزر محتلة في الخليج العربي تحتلها الدولة الفارسية الاسد هو حليف للدولة الفارسية هو حليف لمحتلة جزر العربية ايش بعد فيها خلنا نعد خلنا نلاقي القضايا العربية يلي اضعاف الاسد رح يضعفها شو هي قضية فلسطين قضية فلسطين اول واحد دمر القضية الفلسطينية وتاجر في القضية الفلسطينية حافظ الاسد ورجع ابنه عم يتآمر على القضية الفلسطينية بعلم ابو مازن وبعلم حماس لانه كلهم حلفوا احد مع ايران كلهم حلفوا احد مع ايران شو هي القضية العربية يلي بيواجهها سوريا اليوم شو يعني دوت احنا منواجه مين احنا السوريين سوريا احنا منواجه مين الاسد لا يواجه سوى هذا الشعب المعثر الفقير اللي نبحوا ودكوا في الزنازين ودكت المنازل على روسه مواجهة مين عن شو بحكي هذا يعني شو بتحكي يا عمر المشير يا ريت تكون يا ريت انا اقبل انا بدي اتنازل واطلع معك مناظرة الفيزيونية اتعدد القضايا العربية يلي السورية اللي فيها دور ووقفة في مواجهاتها اعدد لي ياهن من حقنا احنا كمواطنين عرب على زعمانا انه يشرحولنا يفهمونا هم شو عم بواجهوا ما هي القضايا التي يواجهها الزعماء العرب غير شعوبهم انت شو بتواجهوا انت بتواجهونه نحن انت بتواجهوا كراسيكم السلطة مو بالضرورة الشخص يكون عبد يعني في مزرعة ولا مشترة في الدولار ولا مشترة كده وتن بيعه ايضا هناك ناس عبيد لذواتهم عبيد لشهواتهم وشهوة السلطة يعني من اقوى الشهوات ايش من سنة التسعة وثمانين انت رئيس شو عملك في السودان شو الانجازات قدمها لهذا الشعب قلهم انا انجزت واحد ثلاثة اربعة خمسة هذه السدود وهذه البحيرات وانجزت اعددنا انجازاتك في السودان يا اخي قبل ما نعرف انجازاتك على المستوى العربي مستوى الوطن العربي احنا بالاول بدنا انجازاتك على ارض السودان بعدين منتقل لانجازاتك العربية العظيمة هذا امر مشين هذا امر معيب كيف لشعوب العالم وحكومات العالم ان تحترمنا وعندنا هيك زعامات زعامات تبادل مواقفها السياسية بشوال طحين بالوقت اللي فيها تمتلك اراضي خصبة ما بيمتلكها اي دولة في اوروبا ولا في اسيا ابتطرني تسول شوال طحين مشان الطعم شعبها خبز الشعب السوداني من ارقى شعوب العرب ومن اكثرهم ثقافة وادبا وفهما الشعب السوداني شعب عظيم وراقي حقيقة وقال لي بعشر السودانين بيعرف واصحاب نخوة واصحاب شهامة الشعب السوداني شعب عروبي حقيقي لكن حرام اللي عم بصير فيه سياسة التجويع والتجهيلة اللي تبعت مدار 28 سنة ولقوا الحل انه يخضل صورتين مع بشار الاسد مقابل كم شوال طحين هاي الزيارة اخواني لا حدا يكبرها ولا حدا يزغرها واليوم الخارجية الروسية فورا يعني على مبدأ الاستثمار المباشر انه الخارجية الروسية تصرح باننا نأمل ان تكون زيارة الرئيش البشير الى دمشق هي بداية عودة سورية الى جامعة الدول العربية وكذلك الامر صراح ايضا اكرم الصفدي وزير خارجية الاردن على نفس المنوال بعلاقات مع موسكو ما بعشو اعطوهم طحين اعطوهم عجيين اعطوهم خميرة والله ما بعشو اعطوهم يعني نفس الشي مصر على انه كأنه حل مشكلة او كارثة الشعب السوري هي يعني رهن بعودة النظام السوري الى جامعة الدول العربية طب انتو بتحكوا في عودة ما تحكوا في عودة 13 مليون ما تحكوا باطلاق صراح المعتقلين من السجون اذا في شوية كرامة اذا في شوية شرف اذا في شوية اخلاق يعني لا بأس عندكم انتو تستفيدوا طحين وعجين لكن يا اخي فيدوا هالشعب السوري بكم معتقل لك يا اخي فيدوا هالشعب السوري يعني بحل سياسي فيدوا شي يعني احنا ضدكم تستفيدوا على حساب دماغنا دماغنا بتلخص لكم انتو عرب مثلنا واخوة واهل النا انتو احنا ممتخلى عنكم لكن يعني خلي يعني يعني خده وخده عين مثل ما بقولوا خده عين خده عين يعني شوية يعني شوية عليا وشوية عليك يعني دماغنا بتشيلكم بتشيل جوعكم ما في مشكلة لكن لا تحملوا علينا يا فرد حملة يعني حبّ علينا وحبّ عليكم والمثل الحوراني بقول يعني ذربع الحافر وذربع الناثر يعني حتى نقول انه انتو يعني كان عندكم لمسة اخلاقية وفي عندكم مبرر يعني معين نقدر احنا نغمض عين عنه انه ايش يعني نغمض عن عودتكم الى الاسد وهذا يعني خجلونا طالعونا كم معتقل من هالسجون مشان نخجل نقول والله مبارح طالعونا معتقلين يعني عيب احنا ننتقد والله مبارح يعني فرضوا على الاسد او اجبروا الاسد او خجلوا الاسد انه يقبل بحل سياسي اما بدكم طحين وبدكم عجين ودارين ظهركم للشعب السوري يعني هذا ايش اسمه يعني انا اخجل والله اخجل لكن ادعو عمر البشير انه يقبل يعمل مناظرة تلفزيونية معي على الشاشة السودانية لا بدي جزيرة ولا بدي عربية لا بدي حدا على شاشة التلفزيون الرسمي السوداني لنفهم شو ابعاد زيارته يشرح للشعب السوداني شو ابعاد زيارته الى سوريا وشو ابعاد يعني الصور التذكرية الى التقطة مع المجرى في قصر الشعب طبعا ما حكوا شيء يعني انا بقول لكم لا في اتفاقيات ولا في استيراد ولا في تصدير ولا في تعاون اقتصادي ولا تعاون عسكري ولا شيء ابدا ما في شيء بربط البلدين ولا في شيء ولا نوع من انواع الاتفاقيات الزيارة كان هدف اعلامي فقط فقط لا اكثر ولا اقل يعني روسيا تبرعت بطائرة طائرة شالته من السودان حطته بالشام ورجعته وانتقلت فيما بعد الى موسكو يعني حتى ما اجب الطائرة الرئاسية ولم يعلن عن الزيارة قبل المغادرة يعني خاف صير على الانقلاق اثناء مغادرته كمان من كثر مو شعبه مرتاح ها يعني كثير ريلكس هو خاف انه يعني ما اعلن عن الزيارة الا بعد عودته الى ارض السودان ايش هاي زيارة لصوصه لزيارة رؤساء دول زيارة رئيس الدولة بكون معلنة عنها الصحافة بتكتب عليها بيعلنوا الاجندات اللي ناوين بيعلنوا عن الاتفاقيات اللي ناوين نوقع عليها بيعلنوا بيعلنوا اسبوع بتنطب للصحافة بالزيارة المرتقبة اللي رئيس دولة الى دولة اخرى اما والله انه ما بيعلنوا عن الزيارة الا بعد العودة وبيبيان مقتضب زيارة حرامية هي كريمتكم تسرقوا شي يعني ولا الروساء دول انتو يعني هم موعد غرامي يعني مثلا عاملينوا بالسر يعني لا سمعوا شو هو هذا شو هاي الدول يلي زعمائها بيجتمعوا سرا وبطيارات لا تعود الى بلدانهم اساسا هذا امر معيد وانا يعني بحب اطمن كل اهلنا بسوريا واخوتنا في سوريا لا يشعروا في اي غضاضة ولا يشعروا باي غضض اتجاه هذه الزيارة يعني انه راح تأثر في مستقبل البلاد ما بيأثر في مستقبل البلاد الا الله سبحانه وتعالى نهائيا وهذا الاسد سيرحل حتى لو نزل عليه جبريل سيرحل يعني موشي عمر البشير جبريل اذا زاروا جبريل في دمشق سوف يرحل يعني ما في حل اما الدول عم تعطي هذا المدى عم تعطي هذا المدى الاسد وغير الاسد حتى يدمروا في هذه الاوطان اكبر كمية ممكنة من الدمار هم مش حبا فيهم يعني يعني البشير مش حبا بالاسد والاسد مش كيرا بيحب البشير والروس مش بيحبوا الاسد وبشير والاميركال مش بيحبها ما حدا بيحب حدا لكن هي سياسات تدمير ممنهجة للبلدانة العربية اطالة زمن هذا الرئيس وهذا الرئيس وهذا الرئيس هي من اجل اطالة مدى ايقاف عجلة التنمية في هذه البلدان وتدمير هذه البلدان بس هذه المسألة لا اكثر ولا اقل يعني هما ايش يعني الروس مقتنعين بالنظرية الاقتصادية السودانية مثلا وكثير يعني عشقانين النظرية السياسية السورية لا لا ما بيشتريهم بقشرة مصلة النتائج على الارض موجودة نتائج السياسة الاقتصادية السودانية 28 سنة من حكم البشير موجودة ها هي يعني المي بتكذب الغطاس ان تطلع بالشارع بنعرف احنا شو السياسة الاقتصادية لأي بلد ما في حاجة لا تفرجيني جداول ولا تعطيني دراسات بمشي بالشارع 200 متر بقعرف اقتصاد البلد شو هو مجاعة بعد 28 سنة حكم طب شو مستني شو لي بعد بدك يا من السودان يعني نقص من السودان طحينات لموجوداته في سوريا انه الروس رح يبعثو لك كن باخر القمح يا اخي يا اخي صحتين وعافية والله صحتين وعافية يعني احنا الله بلانا بهذا الجوع شي من الاردن بدها منك لحم عواص وبندورة ومش وتفاح وما بعرف شو وهذاك بده قمح من روسيا يعني كل ما واحد جاع بيجي بوكل من لحم نشكفة والله يعيب يعني والله بدها شوية خجل يعني احنا جمال وقع وكثرة سكاكينه ولا صرنا مثل لحم الضحايا يعني الشاطر اللي بدي اخذ له هبرة منه هاي مو سياسة الدول هاي سياسات عصابات ما فيه هاي مو سياسة الدول يعني تتسم بالاخلاق سياسات دول تتسم بالاخلاق والرصانة تتسم بسياسة الدولة مو سياسة عصابة ونهب وسلب ويعني اللي بي الحق اللي بسبق بالحق خلنا نوخذ النا هبرة من هالناس الميتين مع الثرف المخيمات على حساب دمهم وعذاباتهم والله اني اجيب كم طون قمح واخبز لابناء السودان انت كيف بتقبل على كرامتك تطعمي شعبنا واهلنا في السودان طحين روسي معجون بدم سوري وتعملهم يا خبز في التنور يا عب الشوم عليك يا عب الشوم عليك يا بشير يا حيف والله كنت انا يعني ما اخذك بالعين الجليلة على كل اخوتنا بالسودان اي حدا عنده بريد قصر رئاسة بالسودان ياريت يخاطبوه او يبعثولو هذا الفيديو وانا جاهز انه اعمل مناظرة تلفزيونية معه في الخرطوم في العاصمة الخرطوم وعلى تلفزيون السودان تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر